القصة اليوم وقعت في النواحي دي المدينة كل مي وفي النفوذ ترابي دي الدرك الملك أما السنة اللي وقعت فيها هذه الجريمة فكانت في سنة 2016 هذه الجريمة فيها جوج دي الجنات فيها الجاني عبدالله حالة العائلية دي عزيب ومهنة دي عامل مياويم السن دي عارف 24 سنة وعندنا الحسين حتى هو الحالة العائلية دي عزيب ومهنة دي عامل مياويم عنده 26 سنة في العمر ديام الضحية عدنا هي أخدج أو لا أخدج الحالة العائلية أرمالا الميهنة ديالها بيدون العمر ديالها 62 سنة العلاقة اللي كتربت الجنات بالضحية لكي نحتشي علاقة اللي هي عائلية أو صداقة أو جراء أو أي حاجة أو حتى الخدمة لأحداث ديال هاد القصة وقعات كما يلي هاد المجرمين عبدالله والحسين هجموا على الضحية للا أخدوش في الضار ديالها وبالليل بضوطة يضربوا فيها وشدوا واحد لقنبا وربطوها باديك القنب ذا وبضوطة يضربوا فيها مسكينة حتى الدائم الأمناء أمنتو وغادي يديو لها الغنم أو البهيمات ديالها لاشي بهيمات شي غنم واحد الحوش عندها في الضار كانت كاترها هوم هات الشي اللي الدولي ها هاتش فراها دي مجرمي وقتلوها على هات الشي هذا تحريات غادي تبدأ والبصامات غادي ترفع من عين لمكان من طرف الدرك العلمي وغادي خرجوا البصامات ديال المجرمين اللي عندهم سوابق قضائية وهنا واحد فيهم غادي تم توقيف دياله من طرف عناصر درك الملكي في المركز ديال المساو النواحي ديال تيزنيت أما المجرم التاني فغادي وقفوه درك الملكي كذلك في النواحي ديال مدينة العيون هي أن المجرمين تفرقوا بجوش وهات الشي راه وقاح هاد الايقاث ديالهم بعد تسعة أشهور من جريمة اللي كانت غادي تجلد مجهول لولا يقضت الدرك العلمي اللي إخضاء البصامات ديال هاد المجرمين وخرج نتيجة ديالها وطعرفوا المجرمين المجرمين فهاد الفترة ديال تسعة شهور يرتكبوا مجموعة من السرقات في مجموعة من المناطق الأخرى أما الضحية اللي لقاها أو الضحية خدوج اللي لقاها مقتول أفضارها وجيرانها من اللي شفوها ما خرجتش داك النهار طح ليوم العجب ما سمعوا لبهي مادية لايغوتوا لولو قالوا غادي نتخلوا عليها لقوا الباب مفتوح تخلوا لقاوها في واحد البيت أو في واحد الغرفة جتة هاميدة تما فين علموا الدرك الملكي اللي يحضروا العين لمكان بعد ما علموا السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستينام بقول ميم وطاهم التعليمات تنقل جتة بعد المعاينة وتعميق البحث وهذا الشي اللي تم بالفعل من اللي تشدوا المجريمين بعد تسعة شهور غادي تقدموا للسيد الوكيل العام من بعد ما تم تحرير المحاضر وتم إعادة تمتيل الجريمة وأخذ صور للجنات وهم ما تيرتكبوا الجريمة باش يعزوا الميلاث اللي تعطى للسيد الوكيل العام سيد الوكيل العام اعترفوا قداموا بالجريمة ديالهم كما اعترفوا امام طابط القضائي وهنا غادي تم لحالة ديالهم على السيد قاضي التحقيق وبالفعل غادي تم التحقيق وجلس التحقيق الإعدادي وما في السيجن ديال بوي زكار اللي كان ضواحي من دين ديقلمي وهنا من بعد المسألة تحقيق التحالع المحكامة الجلسات ديال المحكامة ديال المناقشة وديال المرافعة وديال الدفوع تمت تعجزات القضية المدولة وهنا غادي تمتق بالحكم اللي كنظن غادي يكون علنيا حضوريا نهائيا هو المؤبد لهذه الجنات نظير السوابق القضائية اللي عندهم وتعدد السارقات والقاتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السارقة الموصفة وغيرها من الأفعال الجرمية اللي داروا هاد المجرمين تم القبض عليهم هذه القصة فيها عبرة وفيها دروس اللي نتمنى نستخدها ونتمنى تعشفكم القصة وتشاركوا في القناة وشكرا جزيلا للمشتركين والمشتركات والداعمين والداعمات للقناة موعدنا بإذن الله سيتجدد في لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة